هذا اللي معاي هاتف هواوي الميت 50 برو لكن أبغاك تقرب شوي برضو قرب شوف هنا على الشاشة شوف هذه التطبيقات اللي هي تطبيقات جوجل موجودة على الجهاز نتكلم على يوتيوب على جوجل مابز كذلك يوتيوب ميوزيك الفوتوز الجوجل وون الدوكس اللي هي المستندات وغيرها من التطبيقات صارت موجودة على الجهاز وأقدر أحملها بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة فنقول أخيرا تطبيقات جوجل صارت موجودة الآن على هواوي وأفضل من أي وقت سابق وأفضل من أي طريقة تكلمنا عنها فأخلني أشرحها لك ونتكلم عن طريقة تثبيتها ونجرب كذلك استخدامها بهذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يبالله مسهل وحياكم الله في فيديو جديد معنا عبدالغفيص وهذا الفيديو مهم لكل شخص معاه هاتف هواوي أو يفكر أنه ينتقل إلى هواوي أو يشتري هاتف جديد من هواوي يمكن كانت أكثر المشاكل اللي نتكلم عنها سابقا أنه ما فيه تطبيقات جوجل كيف أني مثلا أبس أختم اليوتيوب أبغى جوجل مابز اللي هي خرائط جوجل وغيرها من التطبيقات لكن أخيرا صار في حل صراحة رهيب يعني على كثرة الحلول اللي تكلمنا عنها لكن هذا الحل جميل جدا الفكرة أنه مثل ما تشوف التطبيقات قاعدة تفتح معاك بشكل سريع بشكل سلس تشتغل ولا كأنه مثلا فيه عندك الإعلانات فالآن هذه بشكل سريع والجميل أنك تحملها من متجر هواوي الأب غالري فما تروح مثلا تحمل من مصادر خنقول أنه مثلا غير موثوقة ولا مصدر غير معروف لا كل شي من المتجر الخاص بهواوي واللي بالمناسبة هذا المتجر جالس يتطور ويضاف له كمية كبيرة من التطبيقات فمثل ما تشوف الآن في عندي مدافع عندي تطبيقات البنوك سناب شات واتساب انستجرام تليجرام تويتر تيك توك وغيرها من التطبيقات اللي تحتاجها طيب خلنا نتكلم عن تطبيقات جوجل وكيف أنك تثبتها من خلال الجي بوكس أو الطريقة الجديدة اللي بذكرها لك الآن طبعا الطريقة بتكون سهلة جدا وبسيطة فكل اللي عليك أنك تروح إلى متجر هواوي الأب غالري طبعا على طول مباشرة تتوجه إلى البحث وتبحث مثلا عن أي تطبيق تبغاه فمثلا أنا أبغى أبحث عن اليوتيوب ممكن تبحث عن أي تطبيق ثاني طيب شوف لما تسوي البحث لاحظ معاي مكتوب أنه تشغيل يوتيوب في جي بوكس هذا اللي حنا نبغاه فالآن إيش اللي بصير بنثبت اليوتيوب وبعد كذا بيطلب مننا تثبيت الجي بوكس خلني نوريك تثبيت لتشغيل تطبيق يوتيوب ستحتاج إلى تثبيت التطبيقات التالية اللي هي الجي بوكس الجي بوكس هذا هو اللي فيه تطبيقات جوجل وغيرها من التطبيقات الأساسية فبسوي تثبيت الآن طيب الآن خلص التثبيت شوف لو أفتح بسرعة بيقول لي أنه الجي بوكس حاليا غير مثبت فبنضغط على تثبيت جاك الجي بوكس قاعد يسوي له تثبيت طبعاً لو أنا ما استعجلت وضغط فتح فهو قاعد أصلاً يثبت الجي بوكس يعني ممكن أنت أنك تثبيت على يوتيوب وما تروح أو يعني ما تضغط فتح فبيثبت لك الجي بوكس معاه طيب الآن إيش اللي بصير مباشرة لما تضغط على فتح في أول تشغيل بتظهر لك الرسالة هذه حتى يهيئ التطبيق الأول مرة لكن بعد كذا خلنا نجرب طبعاً بنحصل اليوتيوب مثل ما تلاحظ على طول بيفتح لك اليوتيوب بشكل سريع بدون مثلاً مشاكل وبدون وجود إعلانات قبل التطبيق طيب ممكن أروح هنا وسوي برضو تسجيل دخول بحساب جوجل الخاص فيني طبعاً مثل ما تشوف الآن هذا حسابي موجود كذلك برضو ممكن أبحث عن القنوات اللي أنا مثلاً مشترك فيها أو أني أشترك بالقنوات برضو طيب نجي هنا مثلاً للفيديوهات روح مثلاً على فيديو هواوي برضو قاعد شغال معي طلع على الإعلانات لأنني مو مشترك فيه يوتيوب بريميوم تقدر أنك تسوي لايك أقدر أني أكتب برضو تعليق فكل المزايا الخاصة بالتطبيقات بتكون شغالة معاك والأمور كلها تمام ما رح تعاني أبداً من أي مشاكل طيب الآن لو نرجع للمتجر ونشوف التطبيقات الثانية لو ننزل وتروح إلى المزيد لنفس المطور فكل هذه التطبيقات بتكون موجودة الآن على طريقة الجي بوكس وقاعدة تنظاف يعني يمكن لو تذكر في مراجعة الميت الفيفتي برو كان يمكن عدد التطبيقات أربعة خمسة الآن نشوف كم عدد التطبيقات الموجودة فعدد كبير جداً عندك الواتساب، عندك خرائط جوجل، فيسبوك، ترجمة تويتر، انستجرام، زوم، تيمز، لاين، ستيم، أوبر، جوجل فوتوز، ساوند كلاود، جوجل وان برضو إذا حبيت أنك تضيف مثلاً الملفات، جوجل سلايدر، جوجل درايف وغيرها من التطبيقات فطبعاً فيه لتطبيقات جوجل الأساسية أو التطبيقات الثانية مثل ما نشوف في أمازون، في لينكتين، سبوتيفاي وغيرها من التطبيقات التي تنظف بهذا الشكل فكلها تصير بهذا الشكل السريع عندك طبعاً مثل ما تشوف تويتر قاعد أتصفحها بشكل عادي وسريع وما في أي مشاكل وبرضو الدخول مو قاعد الآن يعطيني لا إعلانات ولا أي حاجة فحتى واتساب مثلاً نفس الطريقة مثل ما تشوف الآن بثبت الواتساب وبسوي له تسجيل دخول أيضاً برقم الجوال فتقدر تستخدم الواتساب طبعاً بشكل طبيعي ترسل وكذلك القروبات وكل المعلومات الخاصة فيك فبيشتغل معاك بهذا الشكل السريع مثل ما ذكرنا جميع التطبيقات لكن بالنسبة لي صراحة تواجد اللي هو تطبيقات جوجل، يوتيوب، جوجل مابس، طيب خلن نفتح مثلاً جوجل مابس لا مثل ما تشوف جوجل مابس شغال معاي بشكل طبيعي كل حاجة طيب حتى مثلاً لو نجرب جامع الملك خالد ونسوي الاتجاهات البدء فبرضو بيشتغل معاك وبتقدر أنك تنتقل بالخريطة بكل سهولة فمثل ما شفت الطريقة سهلة جداً والتطبيقات تعمل بكفاءة ومثل ما قلت لك بداية الفيديو أعجبني صراحة السرعة بفتح التطبيقات كذلك أنه ما فيها مشاكل يعني صار لي فترة أنا قاعد أستخدمها من أول ما أتكلمت عن الميت 50 برو أو نزلت لك المراجعة وأنا قاعد أستخدم هذه الطريقة والجميل أنه وصل لها تحديثات وتحسن الجي بوكس أيضاً صارت لي طريقة الاستخدام له أسهل وأسرع كذلك تحديثات التطبيقات فيه برضو أسرع فشخصياً أشوف أنه أحد أفضل الحلول اللي قاعدين نشوفها الآن خاصة أنه مثل ما ذكرت لك قبل شوي توفرت أيضاً التطبيقات الثانية مثل واتساب وإنستجرام وقاعد يضيف لك أيضاً مجموعة من التطبيقات الأساسية فحل رهيب وحل سريع وبدون إعلانات وسهل فأتمنى هذا الفيديو أفادك وكذلك الشرح وطريقة التثبيت أفادتك خاصة مثل ما ذكرت تكنت شخص معك هواوي أو أن تنتقل إلى أجهزة هواوي كالعادة إذا لديك استفسار أذكره بالتعليقات ولا تنسى الاشتراك واللايك وأشوفكم في فيديو جاي والسلام عليكم